في أواخر يناير مطلع العام الجاري أعلنت وزارة العمل السعودية قصر 12 نشاطا ومهنة على السعوديين مؤخرا بدأ سريان هذا القرار والعمل به حيث بدأت الحملات التفتيشية على المحلات والأسواق التي شملها القرار والذي سيبدأ تطبيقه على ثلاث مراحل ينتهي بعد ستة أشهر تقريبا الإجراءات السعودية تأتي في سياق السعودة والتوطين والتأنيث وعليه فإن الحكومة السعودية ستقوم بحملات تفتيش تشمل سوق قطاع السيارات ومعارضها والدراجات النارية وكذلك قطاع الملابس الجاهزة إضافة إلى محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز المعلومات تشير إلى أنه سيتم توطين قطاع المتاجرة بالأواني المنزلية بداية العام الهجري الجديد بعد ثلاثة أشهر من الآن فيما سيتم توطين قطاع محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات بعد ثلاثة أشهر من ذلك وبحسب وزارة العمل فإن جماد الأول القادم أي بعد سبعة أشهر من الآن ستكون آخر حملات التوطين والتي ستشمل قطاع الاتجار بالأجهزة والمعدات الطبية ومواد البناء والإعمار وقطاع غيار السيارات والسجاد بل حتى الحلويات لتصبح أكثر المهن مقصورة على السعوديين والسعوديات فقط ما يعني أن أكثر من مليون يمني سيتضررون مباشرة جراء هذه الإجراءات التي لا تبدو أنها تراعي ظروفهم الإنسانية حتى في ظل الحرب القائمة مراقبون اعتبروا الإجراءات السعودية سياسة تهجير ناعمة للعمالة التي قضت جل عمرها في خدمة السعودية وتنميتها التجارية والعمرانية وبشكل متوالي ستنشأ كارثة إنسانية في اليمن طالما تصر السعودية على حرمانهم من أهم أسباب استقرارهم المعيشي خصوصا بعد أن يصبحوا عاجزين عن سداد رسوم مرافقهم في الغربة فضلا عن انعدام فرص العمل تماما بفعل سياسات التوطين